ازاي تقدر تستخدم تطبيقات المكفوفين للموبايل مجاناً يلا بنا السلام عليكم يا شباب الاخبار فيديو جديد انا احمد سامي رمضان كريم وربنا يا رب يعيد علينا الايام دي بالخير والصحة والسلامة انا جايلكو النهاردة بخبر جنان حاجة جميلة جداً الصراحة ايه هي ازاي تقدر تستخدم تطبيقات المكفوفين كلها او اغلبها بمعنى صح بشكل مجاني بشكل مجاني يعني ايه مش معناها هاك بشكل مجاني يعني ما تستهلكش حاجة من الانترنت بتاعك خالص ازاي الكلام ده او اشرح لي اكتر هشرح لك اكتر دلوقتي انت فتح بقع على الموبايل بتاعك او بتستخدم الديتا او بيانات الهاتف او الانترنت اللي على الشريحة على حسب انت بتسميها ايه وبتستخدم تطبيق زي انفيجان اي اي بتستخدم بي ماي عايز بتستخدم حاجات كتير جدا الحاجات دي كلها بتستهلك من الانترنت بتاعك بكميات عظيمة ما شاء الله النهاردة انا هعرفك ازاي الحاجات دي ما تستخدمش اصلا نت من عندك ولو ما عندكش نت تقدر تستخدمها الشرح ده للأسف طبعا لمصر بس لان ده مش حاجة انا عملتها او برنامج ده ده نظام يعني نزل من وزارة الاتصالات المصرية هم اعلنوا من فترة عن الموضوع ده وده متطبق حرفيا من اول رمضان ان في برامج موجودة دلوقتي او برامج المكفوفين بتشتغل من غير نت يعني افتح الديتا ودخل عليها وهي مش تستهلك منك زي مثلا ايه زي عندك عارف لما بيكون مثلا خطك فودافون وبتفتح انا فودافون التطبيق ما بيستهلكش من النت عندك صح انت فتح نتا اريدي لكن هو ما بيستهلكش برضو اعتقد نفس الموضوع في تطبيق اتصالات وتطبيق ويه والحاجات دي الحاجات دي ما بتاخدش من النت بتاعك فهيبقى تطبيقات المكفوفين بالفكرة دي طب سؤال بقى حيعرف منين انا كفيف ما فيش موبصر هيفتح بيه ماي ايز ما فيش موبصر هيستخدم انفيجان اي اي ما فيش موبصر هيستخدم سوبر سينز صح ولا غلط صح طبعا زي المترك كل حاجة تخص التطبيق التطبيقات دي هتبقى موجودة في القائمة فوزارة الاتصالات المصرية هي اللي اعلنت عن الموضوع ده طبعا خليني برضو اقول انا عرفت الموضوع ده عن طريق كنات اندرويد للمكوفين والاخ محمد عبدالفتاح بالمناسبة قنات اندرويد للمكوفين من القنوات الرائدة جدا في مجال الاندرويد وفي مجال المكوفين والاستاذ محمد عبدالفتاح من الناس الناشطة جدا 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 في المجال يعني انا عايز اقول انه حرفين له فضل في المشروع اللي انا بكلمكم عنه ده انه يحصل انا عرفت عن قناته يعني انا عرفت الموضوع من قناته وهسيبلكه في اول تعليق ان شاء الله رابط الشرح ده عشان تشتركوا اوي عشان تسمعوا الموضوع من القناة بتاعته لكن أنا على حد اللي أنا أسمعته فعلاً في الفيديو بتاعه فهو كمان له مجهودات وهو تواصل مع الناس عشان يقدر أن يسهل حاجة زي إيه دي فهو من الناس المتعاونة والرائعة جداً بأمان حتى بيعملوا بس كل يوم خميس على القناة عندهم جميل أوي بيتكلم عن الموبايلات حكات زي كده أنا على الناس اللي أنا أريد أن أشتري موبايل أو عايز أتأكد من الإكستيسابيليات بتاعة الموبايلات أنا بروح للقناة تهم من القناة الأوليية جداً باللغة العربية اللي أنا بسمعها على فكرة لأنها فعلاً كانة رائعة نرجع لموضوعنا الأساسي بقى فزي ما قلت هتلاقوا أن فيه منشور نشرته وزارة الاتصالات المنشور ده فيه قيمة التطبيقات اللي متاحها لنا دلوقتي اللي تستخدمها داخل الخطة اللي أنا لسه شريحها طيب مش كل التطبيقات موجودة آه مش كل التطبيقات موجودة لكن بيتم إضافتها واحد ورد تاني إيه اللي مطلوب منك دلوقتي إنت عندك رابط المنشور تمام؟ هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو بتاع الأستاذ محمد عفتاح إدخل تفاعل عن منشور لما تتفاعل عن منشور هتعرفه من We are here إحنا موجودين المشكلة كانت الأساسية عندنا في كل حاجة إن المكفوفين ما بيظهروش ما بيتعرفش إن هم موجودين إيه اللي خلا جوجل تتأخر في محرر العربي بتاع حل ده كله لأن يوم لما حطينا منشور جاء ليه 470 تفاعل ده بتكلم من كل الوطن العربي من كل الناس اللي بتتكلم لغة عربية فرقم زي ده كفاية إنه وحبط جدا إنه محدش يعمل حاجة فأرجوكو خشوا وتفاعلوا اسألوا استفسروا قولوا إن الموضوع أجيبكو انتقدوا حاجة مش عكباكو عرفوهم إن إحنا هنا قولوا له هم بأعلى صدكو إحنا هنا إحنا موجودين وعارفين إنه اللي انتو بتعملوه وده شيء كويس أو وحش وليه وده قدرت حدثه إزاي لما يشوفوا مكففين كتير بيشتركوا بيعلقوا بيقولوا رأيهم يعرفوا إن إحنا موجودين يقدروا يقدموننا خدمات أكتر من كده بكتير تمام هم دلوقتي دي بداية خدمة مين يعرف المستقبل ما خبلنا إيه مين يعرف هل هم ممكن بعد كده يوفروننا التطبيقات دي أو الحاجات دي بشكل مجاني ولا لأ أنا بتوقع معاك أنا ما عنديش إشارات على الكلام ده لكن بما إني فيه اهتمام بالمجال ده بما إني أنا شفت فعليا من بعض الجهات اللي أنا ما ينفعش أذكر أسمائها اهتمام ببرامج المكففين وإن هي مثلا بتحاول توفر أكابلا لكل طلبة الجامعات تمام وبعد كده طلبة المدارس فمعنى كده إن الناس دي شغالة إن الناس دي عايزة تعملي وتعمل لك حاجة نعرفهم بقى إن إحنا موجودين وإن مجهودهم رايح في اتجاه صح ولا لأ فأرجوك اعمل كده تمام فبس هو ده أنا كنت عايز أقول لك في الفيديو ده أتمنى ما كونش طولت عليك وأتمنى تكون الفكرة وصلت وصلتك يعني أنا حاولت بقدر الإمكان إن أفاهمك قد إيه مهم إن إنت تتفاعل مع الموضوع ده بقدر الإمكان حتى لو مش هتستخدمه اتفاعل معاه عرفهم إن إنت موجود طالما أنت من مصر عرفهم إن إنت موجود بس لحد كده يكون الفيديو بتاعنا خلص ياريت ما تنساش لايك شير للفيديو سبسكرايب أو شتراك في القناة متنسوش تشوفوا قناة الدرويد المكفوفين بس سلام عليكم